ماشي انا قلتلك قبل كده ان الروتنج في النيكست جي اس بيعتمد على نظام الملفات فهنا في فولدر الاب ممكن نعمل فولدر جديد نسميه يوزرز دلوقتي علشان نخلي ده متاح للوصول لازم نضيف ملف صفحة في الفولدر ده ونسميه بيج الامتداد بتاع الملف ده بيكون جي اس او جي اس اكس او تي اس اكس اللي هو الطايب سكريبت في الكرس ده هنستخدم الطايب سكريبت فهنستخدم ال .tsx خلي بالك لازم تسمي الملف ده صح ببيج بحروف اسمول لان ده من التقاليد اللي نيكست جي اس بتدور عليها يعني نظام الروتنج في النيكست جي اس معتمد على التقاليد دي مش على اعدادات معينة انت بتزبطها طيب دلوقتي عندنا ملف بيج او صفحة في الملف ده لازم نصدر مكون الرياكت اللي هيتم عرضه لما المستخدم يكون في الموقع او العنوان ده slash users قبل كده سطبنا اضافة مفيدة جدا في الفيجول ستوديو كود مع الاضافة دي نقدر نولد مكون رياكت باستخدام الاختصار ده rafce اللي هو اختصار لرياكت arrow function component with export الطريقة السهلة اللي ممكن تفتكر بها الاختصار ده هي refc تمام كده اتحول الملف المكون دلوقتي عندنا اكتر من كرسر شغال علشان نقدر نغير اسم المكون ده لاسم يكون له معنى اكتر زي مثلا users page لاحظ الاسم اللي بنستخدمه هنا مش مهم في الراوتنج ده بس لتنظيم الكود بشكل افضل طيب خلينا نضغط على escape علشان نلغي تفعيل الكرسرات المتعددة نرجع تاني لمتصفح ونروح لslash users وهنلاقي صفحة المستخدمين الجديدة اهي جميل جدا في حاجة مهمة لازم نعرفها عن نظام الراوتنج ده ان لو ضفت اي ملفات تانية في الفولدر ده زي test.css مثلا الملف ده مش هيكون متاح للوصول يعني لو رحت على slash users slash test.css css هنلاقي صفحة not found كده نظام الراوتنج الجديد في الاب بيختلف عن نظام البيجيس القديم في نظام البيجيس القديم لو حطينا اي ملفات في الفولدرات دي الملفات دي كانت هتكون متاحة للوصول للجمهور بس ده مش الحال مع النظام الجديد طيب خلينا نحزف الملف ده دلوقتي نقدر كمان نعمل مصارات متدخلة فممكن نضيف فولدر جديد جوه فولدر users ونسميه new مثلا في الفولدر ده برضو هنضيف ملف صفحة جديد باسم page.tsx مرة تانية نعمل مكون react ونسميه new user page تمام دلوقتي لو جينا نروح ل slash users slash new وهنشوف الصفحة الجديدة بتاعتنا اهي جميل جدا دلوقتي خلينا نتكلم عن النافجيشن هنرجع لصفحة الهوم بتاعتنا وندوس على control plus P من الكبورد على الويندوز او على command plus P من الماك علشان ندور على الملفات باسمها لو كتبنا page هنلاقي كل ملفات الصفحات بتاعتنا اول عنصر هو صفحة الهوم اللي بندور عليها في الصفحة دي خلينا نضيف ال anchor tag ونحدد الهرف slash users ونعطيها label زي users مثلا دلوقتي في مشكلة في الطريقة دي لتنفيذ النافجيشن وخليني اوريك نرجع لصفحة الهوم تمام دلوقتي هفتح ادوات المطور في المتصفح وهروح لتبويب الشبكة او network فعاوزك بقى معلم تبص معايا على كل الطلبات اللي اتبعتت للسيرفر اول واحد هو مستند ال html والتاني font والتالت ملف css وبعد كده مجموعة من ملفات الجافا سكريبت دلوقتي هفضي القايمة دي وبص ايه اللي هيحصل لما ندوس على رابط المستخدمين users نرجع لتبويب الشبكة وبص بقى معلم كل الموارد دي بيتم تحملها تاني دي مش الطريقة المثالية لتنفيذ النافجيشن لان في التطبيق الحقيقي غالبا هيكون عندنا شريط التنقل فوق او لوحة جانبية على اليسار فاحنا لما ننتقل من صفحة للتانية مش عايزين نعمل اعادة تحميل لكل الاجزاء المتكررة دي تاني احنا عايزين نغير منطقة المحتوى بس صح؟ طيب تمام وعلشان كده مش هنستخدم الanker tag وده اللي هنستخدم فيه مكون اللينك في الnext.js طيب نرجع للكود وهنستبدل الanker tag بمكون اللينك اللي متعرف في مكتبة الnext.link طيب دلوقتي نرجع لصفحة الهوم تاني هفتح تبويب الشبكة وهفضي القيمة دي بص ايه اللي هيحصل لما ندوس على رابط المستخدمين users بص لاحظ دلوقتي عندنا طلبين بس والطلبات دي علشان تحمل محتوى صفحة المستخدمين فاحنا مش بنعمل اعادة تحميل للفونت او ملفات الـ css او مجموعة من ملفات الجواباسكريبت تاني وده اللي بنسميه client side navigation وعندنا ان شاء الله تفاصيل اكتر عن النافجيشن وان شاء الله هيكون فيه قسم شامل عن الموضوع ده لاحقا في الكورس ولكن ده كان مجرد نظرة بسيطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة